يبدو ان ميدان الخط الاحمر لجبهة سرط الجفر معقد للغاية وفقا لخبراء دوليين فان الجغرافيا هناك تلعب الدور القوية لصالح قوات الجيش الوطني صحيفة البيان الاماراتية نشرت عن ذلك تقريرا مفصلا عنوانته جغرافيا سرط لمصلحة الجيش ونقلت عن عسكريين اوربيين قالوا ان ميدان سرط الجفر مكشوفا للدفاعات الجوية وطيران الجيش الليبي ولن يكون لصالح ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا لضعف الامكانات العسكرية والبشرية لديهم والذي يتزامن مع الدعم المؤكد دوليا للجيش الليبي ما يضمن التفوق العسكرية بمسافة كبيرة جدا عن ميليشيات الوفاق وقال ايمانويل جونزاليس الضابط السابق في القوات الجوية الاسبانية والمحاضر في كلية حلف شمال الاطلسي ناتو في روما ان ميدان سرط الجفر من الناحية العسكرية ليس سهلا تحت قوة الدفاعات الارضية والجوية التي ستلعب دورا مهما واضاف ان ميليشيات الوفاق وتركيا لا تمتلكان السلاح الكافية لحسم مثل هذه المعارك بطبيعتها الجغرافية طبعا نحب نحيي القائد محمد شمبيرة قائد العمليات اليوم اذ لا تستطيع تركيا توفير هذا السلاح في اي وقت لبعدها الجغرافي وصعوبة تأمين الطريق البحري لهذا المدد في المقابل يمتلك الجيش الوطني السلاح الكافي من الطيران ومنظومات الصواريخ الكافية لتأمين وصد اي هجوم من جانب الوفاق وتركيا واوضح ان موقف فرانسا واليونان الضامن لقطع الطريق البحري لوصول الامدادات العسكرية من تركيا كل هذا يجعل معركة سيرت انتحارية بالنسبة لميليشيات الوفاق وتركيا يرى ادوارد بانيول الضابط السابق في البحرية الفرنسية والمدرس بالاكاديمية العسكرية الفرنسية بباريس ان اتفاق الجيش الليبي ونظيره المصري على رسم الخط الاحمر لم يأتي مصادفة او اعتباطا واصفا انها جاءت مبنية عن دراسة عسكرية شديدة الذكاء يقول بانيول ان منفذي هذه الدراسة يدركون مراكز القوة ومفاتيح السيطرة الجغرافية على المنطقة وادوات القوة والردع لذلك جاءت التصريحات المحذرة واثقة ومبنية على اسس يعلمها اردوغان والسراج ولا مجال فيها للتحايل العسكري من جانب الميليشيات عليها محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث اشتركوا في القناة